يلا نحل مع بعض الامتحان رقم ثلاثة اللي هو على الوحدة الثانية السنة اولى الامتحان دعا الدرس الاول والتاني يلا مع بعض السؤال بيقول لي انا عايزك تحلل لي تجيب لي حقت عايز ناتج نجاتف ايد باور تو لو لحظنا هنا ان انا عندي طبعا اه طبعا انا Abbاد عدد زوجي فازن الناتج من قبل حتى مامل عمليته الدار بعرف ان الناتج هيتطلب عندي عدد زوج لماذا عدد زوجي ؟ علشان ان هنا عندي الباور وعدد زوجي تمام في حالة رقم المسال رقم اثنين هنا عندي في المسال رقم اثنين نجاتف 2 فهنا انا عارف ان الناتج هيطلع عندي بعدد سالب ليه عدد سالب علشان الباور عندي عدد فردي تمام ده بالنسبة لحل السؤال رقم 1 وحل السؤال رقم 2 حل السؤال رقم 3 انا عايز اضرب 2 في n power 3 في r power 6 في 5 n power 1 r power 5 ازاي احل السؤال ده طبعا بالنسبة للاتنين والخمسة هضربهم ضرب عادي كتا طب بالنسبة بقى للرموز اللي هوا مدهالي في اللي هي مضربة في الاتنين وفي الخمسة دي ازاي هضربها وهطلع الناتج بتاعها احنا زي ما اتفقنا ان ضرب الباورس جمعها ولكن مشارط ان الاسس تبقى واحدة تمام طبعا هنا عندي ال n والr ده اساس مشترك في المسالين في الاتنين وفي الخمسة تمام طيب يبقى انا دلوقتي هنسل ال n والr زي ما هي وهطبق قاعدة جمع ضرب القصص جمعها يبقى ثلاثة واحد اربعة و r اربعة ستة و خمسة كام حضر طيب عندي في المسال رقم اربعة عندي هنا في المسال رقم اربعة المطلوب مني ان انا احل ان انا اطلع ناتج اسمه 7s power بار سالب خمسة على خمسة اس بار اتنين هنا السبعة والخمسة طالما ان هما دي ارقام ملهاش بارس فانا بتعمل معاها اسمه لو في الاسمه بقسمها عادي لو في الضربة بضربها عادي عنديش فيها اي مشاكل فانزل السبعة الخمسة زي ما هي زي ما هي تمام طيب بالنسبة بقى للس اوس سالب خمسة والاس اوس سالب اتنين دي هعمل فيها ايه طبعا زي ما احنا اتفقنا ان ترمنا عندي هنا الاساس مشتركة تمام ازاي هحل بقى الارقام اللي ليها باورس او الرموز اللي ليها باورس اللي هو متهالي دلوقتي هقول له هنطبق تاني هنطبق قعدة تانية من قواعد البوز وهي قعدة الاسمة اللي هي بيقول لي اسمة الاسس طرحها ولكن بشرط يبقى عندي الاساس هو هو في الرقامين او في اللي انا هحتاجي ان انا نقسمهم او ان انا هحتاج ان انا اضربهم طيب يبقى انا هنا هطرح سالب خمسة ناقص اتنين اللي هي هتبقى بسالب سبعة يبقى النادي عندي 1 على الستة باور 5 في 1 على الستة باور 2 طالما ان انا عندي هنا الاساسات واحدة مشان عندي اتفقنا ان ال باور سي عبارة عن اساس وص طيب او الاندكس فورم دي عبارة عن اساس وص تمام كده طيب انا عندي هنزل البيس زي ما اول وهعمل طالما البيس مشترك في الرقمين او في المشترك عندي في العملية الحسابية اللي مطلوبة قدامي ان انا هضرب يبقى هنزل البيس زي ما هو وهطبق قاعدة ضرب الاساس ايه جمعها خمسة لص اتنين ايه ساوي سبع طيب طيب هدي كده بقى هتكمل حل على الامس حل على الجزور عندي هنا السكوير روت بولي حايزك تدرب لي سكوير روت بينين جسر تلاتة باي سكوير روت اتناشر تمام جسر اتناشر تمام طيب دلوقتي انا المطلوب مني ان انا ايه ان انا هضرب جسر في جسر طيب طبعا في عملية الدرب يا شباب بضرب ضرب عادي خارج طبعا احنا كنا بنهتقفل الجامعة وبطرح علشان اجمع او اطرح رقمين لهم جسر لازم يبقى تحت الجسر لنفس الرقم ماشي طيب هنا انا عندي تحت الجزر ارقام مختلفة تحت الجزور اللي من دهاني هنا ارقام مختلفة يبقى واللي موجود قدامي عملية ضرب فهنا انا هسوي الارقام في عملية الدرب لو عندي نفس الرقم تحت الجزر او ارقام مختلفة هعمل عملية الدرب عادي جدا كياني بضرب ارقام معلهاش قذور يعني كياني بضرب ارقام عادي خالص وكياني مش شايف جسر خالصه قدامه وما حاد ما فيش حاجة لغبطكم الجسر ما لغبطهش خالص احنا اللي هنعمله هنعمل عملية الدرب عادي جدا وبعدين نحط الجسر على ناتج الدرب وبعدين نشوف لو انك ده ينفع نجيب له جسر يبقى هنجيب له الجسر بتاعه لو ماينفعش هنسيبه زي ما هو تحت الجسر تمام طيب هنا ثلاثة في اتناشر بكان بستة تلاتين طيب اتنين في واحد هتنزل زي ما هي لو لاحظته انا ضربت الارقام اللي تحت الجسر في بعضها والارقام اللي برا الجسر في بعضها في المثال اللي بعده بيقول لي انا عايز طبعا في المثال رقم ستة بقى عندي اتنين جسر ستة وتلاتين جسر ستة وتلاتين كام ستة هتبقى اتنين في ستة باتناشر طيب بالنسبة بقى للمثال اللي بعده بيقول لي انا عايزة تقسم لجسر سبع وعشرين على جسر الثلاثة برضو نفس الفكرة في عملية الاسمة وعملية الضرب هقسم كأن جسر ما يلغبطنيش خالص كأني بقسم السبع وعشرين على الثلاثة عادي جدا وبعد ما اجيب الناتج بتاع اسمة السبع وعشرين على الثلاثة احطه تحت الجسر واشوف لو ناتج الاسمة ده ينفع اجيب له الجسر را اطلع اجيب له الجسر ولو مش هينفع اسيبه زي ما هو تحت الجسر تمام؟ طيب يبقى هنا عندي السبع وعشرين على الثلاثة اللي هتساوي جسر التسعة طيب بعد الجسر التسعة اللي هو بيساوي تلاتة طيب عندي بعد كده في المثال اللي بعده بيقول لي واحد باور بحطه مثلا هنا باور نيجاتف مثلا سري مثلا تمام؟ وهنا بيقول لي واحد باور زيرو بصوا يا جماعة طالما ان الواحد ده واحد صحيح مش سالب واحد او طالما ان هو مش سالب عموما يعني فالواحد باور اي حاجة في الدنيا باور عفيت باور اي نيلا في الدنيا بيساوي واحد زي ما هو تمام؟ عندي هنا انا حاب بلغبطك برضو تاني فبقول لك واحد باور سالب باور نيجاتف سري باي واحد باور زيرو طبعا في ناس بها هتطلغبط وتقولي باور واحد باور نيجاتف سري هيساوي سالب واحد لا اما هنا مش هيساوي يا شباب سالب واحد لان انا عندي الواحد هنا عدد موجب اصلا مع مفهوش سالب وزي ما احنا اتفقنا ان الواحد باور اي رقم بيساوي واحد تمام؟ طيب بيبقى ناتج في انها خالص هيساوي واحد تعالوا في الكوستشن نمبر توب بولي موف زا سكوير رود ففايف توزا توب يعني ايه الكلام ده بيقولي انا عايزك تحرك لي السكوير رود بتاع الخاص بالخمسة ده حركه لي للتوب طيب هو بالزبط كده عايزني زي ما احنا تعلمنا انه مفيش حاجة في الراشونة النمبر اسمها ان يبقى فيه جزر في المقام لو بقى فيه جزر في المقام يبقى الرقم او الفركشن اللي موجود قدامي ده لا ينتمي للاعداد النسبية تمام؟ طيب ممكن هنا مش جايب طبعا دي معلومة جانبية ليكم وانتو الناس اللي ذاكرت الدرس اكيد هتبقى عارفها هنا عندي علشان بقى احرك السكوير رود بتاع الخمسة للتوب هعمل هنا ايه؟ هضرب في المرافقة طيب ازاي هضرب في المرافقة؟ تعالوا كده نشوفوا إحنا حللنها ازاي؟ هضرب في المرافقة السبعة ناقص جزر خمسة تمام؟ طب ايه المرافقة؟ ايه هو المرافقة بتاع السبعة زائد ناقص جزر خمسة اللي هو سبعة زائد جزر خمسة يبقى هضرب واحد على سبعة ناقص جزر خمسة في 7 زائد جزر 5 على 7 زائد جزر 5 طيب 1 في 7 زائد هدرب بقى كده ضرب ضرب بصور عادي جدا اللي هو هدرب البسط في البسط وهدرب المقام في المقام طيب 1 في 7 بسبعة 1 في جزر 5 بجزر 5 طيب 7 في 7 بكان هقوله ممكن نحلها بطريقة دي ممكن نطلع النتج على طول ممكن نقوله 7 power 2 وحط طالما ان العدادين دول مترافقين فمش مهم بقى أضرب أ proven blanc 해도 أضرب 7 في 7 وبعدين أضربها 7 في 5 لا طالما دول مترافقين يعني اين مترافقين يعني نفس الاعداد مع اختلاف اللي في النص ففي الحالة دي أنا هضرب الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني تربيح لكل المقام الأول في الأول تربيح ناقص الثاني في الثاني تمام يا شباب كده يعني 7 في 7 هي سبعة سيفن باورتو ناقص جزر خمسة باورتو اللي هو هيساوي في نهاية خالص سبعة زائد خمسة على الاربعة واربيع تمام؟ طيب تعالوا في السؤال التاني بيقول لي سيمبل فاي عايزك تبسط لي جزر الخمسين ناقص الاتنين وتلاتين بسط لي الجزرين دون تمام؟ طبعا احنا هنا ما بنشوفش السيمبل فاي اكتر حاجة طبعا مش بتقابلنا في الجزور الا في حالة الجمع او الطرح تمام؟ طيب هنا عايزني ابسط يعني ايه؟ يعني عايزني بدل ما اقول له جزر خمسين كده لا عايزني ابسط للجزر ده لأصغر عدد ممكن يعني انا لو انت ابسط في الخمسين دي والاثنين وتلاتين وحاول اشوف لما ابسطهم الارقام اللي انا هتطلع من عملية التحليل للخمسين والاثنين وتلاتين ينفع اجيب ليها جزر او لا فهنشوف مع بعض كده في حل المسال هنا بيقولي الخمسين لو جينا الحل الخمسين على ان الخمسين عبارة عن اتنين في خمسة وعشرين تمام؟ والخمسة وعشرين لو لوحزنا اين فعجيب ليها جزر الخمسة وعشرين جزرها خمسة والاثنين هتفضل زي ما هي تحت الجزر طيب الاثنين وتلاتين عبارة عن اتنين في ستاشر يبقى الستاشر اللي هي جزرها اربعة يبقى هيساوي خمسة جزر اتنين ناقص اربعة جزر اتنين كل اللي انا بحيز اعمله في مسائل السلمل 5 اللي هي الخاصة بالجزور في الجامعة والطرح ان انا اوصل الارقام اللي تحت الجزر اخليها في الاثنين في الجزرين اللي موجودين قدامي يبقى نفس الرقم تحت الجزرين تمام؟ زي ما احنا هنا عملنا انا وصلت بعد ما وصلت الخمسين والاثنين وتلاتين حصلت هنا على جزر خمسة ناقص اتنين ناقص اربعة جزر اتنين اللي هو في الناه خالص هيساوي اربعة ناقص خمسة هطرح بقى هنزل اولا هنزل جزر اتنين زي ما هو وبعد كده خمسة ناقص اربعة كام واحد الواحد طبعا هيبقى جنب الجزر واحنا مش بنكتبه تمام؟ طيب في المثال رقم اتنين بيقول لي انا عايزك تجيب لي جزر 16 A power 5 عايزك تجيب لي جزر 16 اللي هو مضروب في الA power 5 طب ازاي حل ده؟ ازاي حل السؤال ده؟ طبعا الA power 5 ديها شباب عبارة عن عبارة عن A في A power 4 صح؟ طيب وال16 تي عبارة لما جيجيب ليها الجزر هلاقي ان هي عبارة عن جزر 16 بيساوي اربعة تمام؟ يبقى الA power 4 هتبقى هي الساوي A 4 A power 2 جزر A تمام؟ طيب عندي في المثال رقم 3 هنا انا مطلوب مني ان انا اجيب الجزر 32 على 64 اعمل سمبلفاي يعني الجزر 32 على الاربعة وستين تمام؟ يبقى انا هنا علشان اعمل السمبلفاي لل32 على الاربعة وستين هو باختصار عايزي وصلني لان انا اوصل لاصغر رقم اوصل لاصغر رقم تحت الجزر الموجود عندي انا كده عملت عملية سمبلفاي طيب لو جيت هلاقي ان اتنين وتلاتين دي عبارة عن اتنين في 16 وجزر الستاشر اربعة يبقى هيبقى اربعة جزر اتنين طيب بالنسبة للاربعة وستين هيبقى جزرها تمام؟ يبقى في انها خلص هيساوي اربعة جزر اتنين على التمانية اللي هو اربعة لو هنيجي هنا هنقسم نختصر على الاربعة فيها الواحد على الاربعة فيها الاثنين اللي هو في انها خلص هيساوي جزر اتنين على الاتنين عندي في المثال في رقم اربعة بيقول لي انا عايزي بتعملي سمبلفاي للجزر جزر خمسة في جزر خمسة في جزر خمسة في جزر سبع عشرين بيقول لي انا مش هيقى يعني ايجي سمبلفاي يعني انا مينفعش اضرب اه اقسم كده اه وتسرع واعمل عملية الاسم او عملية الدرب الا لما شوف الارقام اللي قدامي دي ينفع ابسط فيها الارقام اللي تحت الجزر دي ينفع نبسط فيها او لا طيب هنا ينفع هنا انا عندي بالنسبة لو جينا هنا نشوف هلاقي ان هنا التسعة هلاقي ان سبع عشرين عبارة عن تلاتة في تسعة تمام طيب لو يبقى انا هنا يتبقى يا شباب معايا ايه اه تلاتة في تسعة طبعا جزر التسعة تلاتة يبقى هيبقى تلاتة جزر تلاتة تمام يبقى انا عندي جزر خمسة في جزر خمسة في جزر تلاتة طبعا جزر خمساتاشر في جزر خمسة في جزر تلاتة اللي هو هيساوي تلاتة جزر خمساتاشر يبقى كئينة كده بدرب تلاتة جزر خمساتاشر في جزر خمساتاشر اللي هو هيساوي يا شباب اللي هو في النهاية خالص هيساوي جزر خمستاشر تربيع اللي هو بيساوي خمستاشر يبقى ثلاثة في خمستاشر بخمسة واربعين يبقى انا كده بسطت الجزر وكمان عرفت عرفت كمان احل افك الجزر ده من غير معه اقسم كتير او اقعد ابسط في الرقم اكتر من اللازم دي ابسط طريقة ممكن احسن منها على ناتج جزر خمسة في جزر خمستاشر في جزر سبع عشرين بدون معامل عمليات حسابية تصعب الامور عليا وتخلييني مش عارفة حل السورة طيب عندي هنا بقى في المسال رقم خمسة بيقولي انا عايزك تجيبلي الجزر للمية وستين الف بصوا يا شباب هنا ما تتلقبطوش خالص انا هنا الاصفار عدد الاصفار كان حلاقا عدد الاصفار ربعه يبقى اذا انا هطلع سفرين منهم براكس طب بالنسبة للستاشر الستاشر دي عبارة عن حصل ضرب كام في نفسه عبارة عن حصل ضرب الاربعه في نفسها يبقى ستاشر كزره اربعه وبالنسبة للاصفار علشان هفك الكزر بتاعها مية وستين الف هطلع نص عدد الاصفار من تحت الكزر طب فيه ناس ممكن تقولي طب انا ممكن يبقى عدد الاصفار مثلا عدد فرتي لا انت حاول انت تخلي تشوف لو انا مثلا عندي تحت الجزر ده خمس اصفار تحت الجزر يبقى هاشوف نص اللي هو الواحد الزيادة على الاربعه دول مليش دعوه بيه هيفضح زي ما هو تحت الجزر وهاجيب نص النصفار الاربعه اللي موجودين قدام اللي هو هيبقى ايه سفرين تمام؟ ه Mangala ها dalej ولكن هذا الطفد ما هو هو الراحل ونكمل ان شاء الله المرة الجيت بقي حل الانتحاف خرج ترجمة نانسي قنقل